استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها جذلك بملاسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروعي بها لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبية على المجتمعات وعائقاً أمام عمليات التنمية لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مصارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي لتصدي لمحاولات التهريب برا وبحرا وجوا ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخادرات وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغة 550 كيلو جرام كوكاين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخادر الحشيش واثنين عشر مليوناً ونصف المليون كرس مخادر العقار الكبتاجون وسلسة ملايون كرس العقار الترامدون المخادر وستة وأربعين كيلو جرام من مخادر البودر واثنين كيلو ونصف كيلو جرام من مخادر الآيس بقيمة مالية للمواد المخادرة المضبوطة قدرت بسلاسة مليارات ونصف المليار جنيه وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الترويج ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخادرة لتنجح في ضبط ثمانين وثمانين قاضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة تسعة ونصف مليار منيها متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخادرة وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه منها الزيارة السنوية لمسؤول أجهزة مكافحة المخادرات بدول مجموعة العمل الفرعي الإجرائي الأولى وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنصيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخادرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخادرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروج المواد المخادرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة هي قهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها وصولا إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة